كل التوفيق إن شاء الله لنهاردة نادي الأهلي اللي بيعود زي ما بقول لكم بطولة الدورة بقوة طبعا أمامنا على الشاشة ده وصول فريد النادي الأهلي لإستاذ أو الإستاذ اللي هتلاب عليه المباراة حتى الآن طبعا زي ما بقول لكم النادي الأهلي لعب أربع مباراة عشر نقاط من هذه الأربع مباراة تلاتة فوز ومباراة عادل الحمد لله ما فيش أي خسارة له تسع هدافه عليه تلاتة وأكيد كل التوفيق في تصدر نادي الأهلي زي السنة فات كده عملنا رقم قياس السنة اللي فاتت في البطول اللي احنا حاملين لرقبة بطولة الدور إن احنا ما تهزمناش ولا مباراة ده أعتقد هدف لجهاز الفني واللعبين في هذا الموسم زي ما بقول لحضراتكم كل التوفيق يمكن دي مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع عندنا طبعا بعض المباراة المؤجلة أيضا بالنسبة للنادي الأهلي استكملا لمباراته طبعا كان بيخوت بطولة أفريقيا فبالتالي تأجلت مباراة المقصة كانت من الأسبوع الثاني الإسماعيلي كانت من الأسبوع الرابع بتلاعب النهاردة إن شاء الله أيضا مقاولون العرب من الأسبوع السادس والأسيوتي من الأسبوع السابع والنصر من الأسبوع الثامن فبالتالي كده فاضل أربع مباراة من نادي الأهلي بالإضافة لمباراة النهاردة مباراة الإسماعيلي كامل التوفيق إن شاء الله أعظم بقول لحضراتكم تركيز كبير من لعبة النادي الأهلي تركيز كبير من كابتا حسام البدري خروج بعض اللعبين ودخول بعض اللعبين على حسب طبعا الشكل الفني اللي بيطلبه كابتا حسام البدري في هذه المباراة في جزء فني في جزء تأديبي في حاجات كتير أو هنتكلم عليها من خلال وجود نجوم كبار في الستوديو النهاردة لا يعني أكيد كابتا مصر كبار كابتا ربيع سين كابتا حسام عربي كابتا سامير كامونا متواجدين معنا لكن زي ما بقول لحضراتكم أمامنا على الشاشة الآن وصول فريق النادي الأهلي إلى استاد برج العرب يعني أكيد الفترة اللي جاية دي المباراة الإسماعيلي فمقرر أنها تتلعب هناك إن شاء الله من المباراة الداخلية إن شاء الله هتكون يوم الجمعة النادي الأهلي هيرجع لستاد القاهرة مكان اللي هتلاعب فيه مباراة النادي الأهلي الخاصة بالنسبة للنادي الأهلي الهوم بتاعه زي ما احنا بنقول باللفز في كرة القدم الهوم بالنسبة للنادي الأهلي خلاص هو أستاذ القيارة لكن هذه المباراة هي مباراة الإسماعيل فبالتالي تتلاقي في أستاذ برج العرب يمكن كابتن حسام البادري اختار مجموعة من اللاعبين للقايمة النهاردة كان على رأسهم في حراس المرمى أحمد عدل عبد المنم ومحمد شناوي ومحمد طارق أو حارس المرمى القادم من قايمة